كشف تقرير جديد من البنك الدولي عن أثر كارثي للحرب الجارية على قطاع غزة حيث تعرضت البنية التحتية والمرافق الأساسية لأضرار هائلة تهدد بأزمة إنسانية خطيرة ويعيش أكثر من مليون ومئتي ألف فلسطيني بدون مأوى في ظل الحرب الدائرة وتحت تأثير الدمار الواسع للمنازل وللبنية التحتية اتباع سياسة الأرض المحروقة منهج اتباعه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الحرب الغاشمة على قطاع غزة لجعل القطاع غير قابل للحياة في إطار السعي لتنفيذ مخطط التهجير القصري للفلسطينيين من أراضيهم وفقاً لتقرير البنك الدولي بشأن تأثير الحرب الجارية على قطاع غزة على القطاعات الأساسية أكد التقرير تعرض نحو 64% من وحدات الإسكان للتدمير الجزئي أو التدمير الكامل حيث أصبح أكثر من مليون ومئتي ألف نسمة بدون منازل في الوقت الحالي إضافة إلى تصنيف مليون وسبعمائة ألف من سكان القطاع النازحين داخلياً موظمهم يعيشون في منشآت وكالة أونروا جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد أيضاً تدمير البنية التحتية لخدمات الأساسية في قطاع غزة فأصبحت البنية التحتية من شبكات الطرق ومحطات الماء والكهرباء والطاقة والصرف الصحي غير قابلة للإصلاح ووفقاً للبنك الدولي فقد تضرر أكثر من 62 من خطوط تغذية الطاقة أو تم تدميرها بشكل كامل وكذلك استمرر توقف خطوط التغذية إضافة إلى نقص حاد في الوقود كما تعرض أكثر من 70% من منشآت المياه والمرافق الصحية والنظافة العامة للتدمير وتراجعت حصة الفرض من الماء جراء تدمير محطات المياه ومحطات التحلية الاحتلال ضمر أيضاً القطاعات الاقتصادية فوفقاً لتقارير البنك الدولي تنامى تراجع قطاعات التجارة والخدمات والصناعة لتصل نسبة الضرر أو التدمير بمشآتها إلى نحو 89% معظم أنحاء قطاع غزة تعرض لتأثيرات بنسبة 80% على الأقل مما ضاعف من المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء القطاع في الوقت الذي تواصل فيه آلة الحرب الإسرائيلي عدوانها وقصفها الوحشية على غزة